اخر حاجة في ملف السوبر ودي كانت مفاجأة لان المباراة لسه قدامها 3 اسابيع وكلنا عارفين ان يعني ليحة السوبر بتقول مثلا ابلها بحوالي 15 يوم ابدأ احدد القائمة بتاعتي وابعتها للاتحاد الافريقي ولكن في الخطاب الرسمي اللي اتبعت من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري في الساعات الاخيرة او تحديدا بالامس حوالي الساعة 5 للمغرب اتحدد فيه ونفس الخطاب ده اتبعت للاتحاد الجزائري ان الاهلي والتحاد العاصمة بحد اقصى يوم الاتنين اللي جاي يبعتوا القائمة بتاعتهم للمشاركة في كاس السوبر الافريقي طب القائمة كام لاعب القائمة ودي كانت المفاجأة بالنسبة لتوقعات ممكن يبقى فيها تعديل لان القائمة الدورة الابطال 40 لاعب والدكة بيبقى فيها 9 لعيبة والتغييرات 5 لعيبة فقلت ممكن السوبر السنة دي يتعدل لقيت القائمة زي ما هي زي كل سنة 18 لعب القائمة مباراة السوبر 18 لعب يعني كولر المفروض بعد بقرة يبعت قائمة مباراة السوبر قائمة اللاعبين اللي هتشارك في السوبر 18 لعب فقط 11 لعب اساسي وال7 لع دكة المدلاء وهو طبعا مش هيبعت الاسسين والدكة لا هو هيبعت ال 18 لعب اللي هيختارهم لمباراة السوبر فبدري جدا الكاف طلب اسماء اللاعبين اللي هتشارك فيه مباراة السوبر اكيد ده ليه علاقة بالاجراءات التنظيمية الايديهات كل التفاصيل دي ولكن الاهل والتحاد العاصمة لازم يبعت قائمة 18 لعب اللي هتلعب المباراة وتشارك في المباراة بحد اقصى يوم الاتنين اللي جاي بالاضافة الى سبع افراد من الجهاز الفني والطبي والاداري اللي هيكونوا موجودين على دكة البودلاء ده اخر خبر واخر معلومة لعلاقة بالسوبر الافريقي طيب